الانترنت على قد ما هو اختراع مهم جدا بنعتمد عليه في حياتنا بشكل يومي سواء في حياتنا العملية او الشخصية على قد ما هو ممكن يبقى مكان خطر جدا بالنسبة لولادنا خصوصا لو سنهم صغير او داخلين على مرحلة المراهقة على اساس ان هما ممكن يتفرجوا على حاجات او يتعرضوا الحاجات مش المفترض ان هما يتعرضولها انا كاب بيشغلني دايما المحتوى اللي الولادي بيتفرجوا عليه من خلال الانترنت وكنت بدور على حل ان انا افلتر هذا المحتوى اللي بيوصل لهم مش من باب السيطرة ولكن من باب الحماية لحد ما لقيت حاجة اسمها اد جارد ايه الاد جارد دا؟ ببساطة ممكن نعتبره كفلتر بتوصله بالاجهزة بتاعتك وهو بيبقى عنده القدرة ان هو يحجب مواقع او خدمات او اعلانات اللي انت مش عايز توصلها للاجهزة دي وعشان الناس التكنيكال شوية على وجه الدقة الاد جارد عبارة عن dns blocker او domain name server blocker يعني ايه بقى الكلام دا؟ خليك معايا دلوقتي لو انت فتحت الموبايل بتاعك وكتبت اسم اي موقع وليكن مثلا google.com اللي بيحصل ان انت كده عملت حاجة اسمها request الريكوست دا هيروح للروتر بتاعك اللي هيسلم الريكوست دا لل dns server بتاع شركة الاتصالات اللي انت مشترك معاها ال dns server دا وظفته انه بيحول الكتابة اللي انت كتبتها دي اللي هي google.com الى ip address لان الانترنت بتتعامل بالارقام مش بالتكست وبعد كده الريكوست دا هيروح للانترنت ومنه الى الموقع اللي انت طلبه لما الموقع دا يستقبل الريكوست هيقوم مرجع الطلب بتاعك دا للموبايل وبالتالي تقدر تشوف الموقع او الخدمة اللي انت كنت طلبها من الاول الادجار دا بقى بيشتغل كفلتر في النص ما بين الروتر وما بين ال dns server بتاع شركة الاتصالات لانه هو في حد ذاته dns server بس الفكرة هنا ان ال dns server بتاعنا اللي هو الادجارد في حاجة اسمها block list ال block list دي عبارة عن لستة من المواقع والخدمات اللي انت ممكن تضيفها علشان الادجارد يصدها او يحذرها وبالتالي لو انت مثلا كتبت اسم موقع معين فالريكوست بتاعك دا هيروح للادجارد والادجارد دا هيشيك الاول هل الموقع دا موجود في ال block list بتاعتي ولا فلو طلع مش موجود في ال block list فالادجارد هيسمح للسايكل اللي احنا قلنا عليها دي انها تكمل وان الطلب بتاعك يوصل للخدمة اللي انت عايزها او الموقع اللي انت عايزه اما بقى لو كتبت اسم موقع والموقع دا كان موجود في ال block list بتاعت الادجارد فالادجارد هيمنع السايكل انها تكمل وهتلاقي ان الريكوست بتاعك هيرجع فاضي مفهوش الموقع او الخدمة دي دي ببساطة فكرة ال dns server بتاعنا المزود ب block list اللي اسمه الادجارد دي الطريقة اللي بيشتغل بيها الادجارد او ال dns blocker بتاعنا لكن بقى السؤال المهم ازاي اقدر اعمله setup في البيت وازاي اقدر استفيد بايه الادجارد بتسطبه في صورة server وتوصله بالراوتر بتاعك وبعد كده قدامك حل من اتنين يا اما تغير اعدادات ال dns او ال dns settings على كل الاجهزة اللي انت عايز تفلتر لها الانترنت بحيث تاخد الانترنت من خلال الادجارد يا اما تغير ال dns settings او اعدادات ال dns يعني على الراوتر نفسه وبالتالي كل الاجهزة اللي وصلة على شبكة الواي فاي بتاعتك هتاخد الانترنت بتاعها من خلال الادجارد وحتبقى متفلتر المهم علشان تسطب الادجارد عندك في البيت ممكن تسطبه في صورة container على منصة الدكر او ممكن تسطبه من جوه نظام الهوم assistant للبيت الزاكي لو انت عندك واحد لو انت هتسطب الادجارد من جوه الهوم assistant كل اللي عليك تعمله انك هتروح على settings وبعد كه تروح على add-ons وتنزل تحت علمين على add-on store وفي السرش فوق هتدور على add-guard هتلاقي بيظهر قدامك في نتيجة السرش هتدوس عليه وتدوس على install وتستنى لما يخلص الinstall بتاعه وتدوس على show inside bar وممكن كمان تدوس على auto update watchdog وبعد كده تدوس على start وحتلاقيه بيبتدي معك وممكن بعد كده تشغله او تخش عليه من هنا اما بقى لو هتسطبه على منصة الدكر في صورة container فاسهل طريقة لقيتها انك تسطبه من خلال نظام الكازا او اس اللي كنا شرحناه في الحلقة دي واللي هتسطب لكم اللينك بتاعها في description لما تفتح وجهة المستخدم بتاعت الكازا او اس كل المطلوب تعمله انك تدوس على app store وتخش تعمل search على add-guard ولما تلاقيه هتدوس على install وهنا هتستنى لما يعمل download وinstall ولما تخلص هتلاحظ انه هو ضاف الايكون بتاعت الكازا او اس فكل اللي هنعمله ان احنا هندوس عليه كده علشان يبتدي وهنا هيديلك welcome message فهندوس على get started وفي الadmin interface هنا هنغير رقم الport ل3001 وهنسيب الport بتاع دي ناس سيرفر زي ما هي وبعد كده ندوس على next وبعد كده اختار username ممكن تكتب ال username اللي انت عايزه واي password انت عايزه وتدوس على next هنا هيشرح لك ازاي توصل الاجهزة بتاعتك للسيرفر بتاع ad-guard احنا هنشرح الكلام ده كمان شوية فندوس على next وبعد كده ندوس على open dashboard كده تمام ال ad-guard بقى شغال على سيرفر البيت بتاعنا وعلشان تدخل عليه هتكتب ال ip بتاع السيرفر وبعد كده نقطتين فوق بعض ورقم الport 3001 تعالوا بقى نشوف ال dashboard بتاعت ال ad-guard شكلها عامل ازاي وايه هي ال settings اللي احنا محتاجين نزبطها علشان نستفيد بيه ده منظر ال dashboard بتاع ال ad-guard وبصراحة هو منظره يخد شوية بس في الحلقة دي هنقول على ال 2-3 settings اللي احنا مفروض نعرفهم من زبطهم عشان نحقق الاستفادة اللي احنا عايزينها من ال ad-guard اول حاجة لو رحنا على filters هنا ونزلنا على dns block lists عايزين نتأكد ان ال block lists اللي اتنين دول متعلم عليهم صح ودي باختصار لست موجود فيها اشهر المواقع المشروح على الانترنت واللي احنا عايزين نمنعها عن الاجهزة بتاعتنا ولو راجعنا على filters تاني هنلاقي blocked services وهنا هنلاقي لستة من الخدمات المشهورة على الانترنت زي مثلا الفيسبوك وديزني بلس وامازون وانستجرام وreddit وبلاي ستيشن وسبوتيفاي وساوند كلاود وسناب شات كل اللي انت نفسك فيه الحاجات دي كلها ممكن يا اما تقفلها مرة واحدة يا اما تقعد تنقي الحاجات اللي انت عايز تقفلها والحاجات اللي انت عايز تفتح بس انت لو قفلتها من هنا معنى كده ان اي جهاز متوصل بشبكة الواي فا بتاعتك هتبقى الخدمات دي كلها مقفولة ففيه طريقة احلى من كده ان احنا نعمل unblock all يبقى كده الخدمات كلها تفتحت هنا ممكن ازود اجهزة معينة واقفل عليها خدمات معينة طيب انا اجيب الاجهزة دي منين لو رجعت للداشبورد هنلاقي هنا ان هو بيديني الIP ادرس بتاع الاجهزة المتوصلة بالشبكة واللي بتاخد معلومات من الانترنت المطلوب مني ان انا احفظ الIP ده واروح عند الsettings وبعاكة client settings وقوم دايس على add client وفي الخانة دي حدي للجهاز بتاعي الاسم اللي انا عايزه وكمان ممكن ادي له tag يعني ممكن يكون لابتوب ممكن يكون pc ممكن يكون phone ممكن يكون printer اللي انا عايزه وفي الidentifier هنا هعمل paste او اكتب الIP address بتاع الجهاز بتاعي وبعد كده ادوس على save فانا هنا مسيف جهازين واحد الIP address بتاعه الدخلي 10.0015 وده التليفون بتاعي والتاني 10.0037 وده التليفون بتاع ابني من هنا بقى ممكن اقفل خدمات معينة على كل جهاز لوحده يعني لو بيت على التليفون بتاعي ودست على علامة القلم دي زي الادت كده واروح على block specific services هنا بقى اقدر انقي الحاجات اللي ممكن اقفلها يا اما اقفل كله يا اما اقفل حاجات معينة وبعد ما خلص في الاخر منساش ادوس save عشان الsettings دي تتفعل كده طالما الاجهزة دي متوصلة بالDNS server بتاعي وانا اقفل الخدمات دي فلي بيستخدم الجهاز مش هيعرف يدخل عليها غير لو انا دخلت هنا وفتحتها ولو انا رجعت عالداش board ودست على ال client او الجهاز اللي انا عايزه ممكن اشوف history بتاع المواقع والخدمات اللي هو حاول يدخل عليها واشوف كمان الحاجات سواء باقي اعلانات او مواقع اللي الادجارد صدها عن الجهاز اللي انا بتفرج عليه من هنا بقى المفروض ان انا نغير اعدادات الDNS على الاجهزة اللي انا عايز افلتر لها الانترنت او ممكن نغير اعدادات الDNS على الراوتر نفسه علشان اغطي كل الاجهزة مرة واحدة طبعا كل واحد على حسب احتياجاته وظروفه طبعا طريقة تغيير الDNS مختلفة على حسب الاجهزة سواء بقى اي او اس او اندرويد او سمارت تيفيز او حتى على الراوتر نفسه فاحنا هنا هنجرب تجربة عملية كامسال على الموبايل بتاع ابني ونشوف هنقدر نعمل في ايه احنا هنا عايزين نغير الDNS على التليفون ده علشان نقدر نفلتر الانترنت اللي جاياله فاول حاجة هعملها ان انا هدخل على وبعد كده ادخل على الواي فاي وتأكد ان هو موجود على نفس الواي فاي اللي متوصل بيها الDNS سيرفر بتاعنا او الاد جارد بتاعنا المهم طالما ندخل على نفس الواي فاي هقوم دايس على علامة ال-ID وانزل تحت هنا لحد ال-setting بتاع configure DNS هو باي ديفولت هتبقى معمول على اوتوماتيك انا بقى هغيره لمانيول وبعد كده هدوس على ال-DNS سيرفر دي والغي اللي هو الاصلية واعمل add server واكتب ال-IP address بتاع السيرفر اللي محطوط عليه ال-add guard بتاعي اللي هو 10.0.0.23 طبعا كل واحد فحالته هتختلف ودوس على save هخش عليها تاني عشان نتأكد تمام كده هو كده سيفة فهارجع بقى المفروض عادي جدا كده المفروض ان ال-Internet traffic اللي دخل الموبايل ده هتعدي على ال-add guard الأول في حتة بس كنا نسينا نقولها في موضوع ال-آيفونات بالذات ال-آيفون فيه setting اسمه private relay ال-private relay ده لو هو متفاعل ال-add guard مش هيحوق فيه فتعالوا بس نتأكد ان ال-private relay ده عطلان لو دورت على private اهو relay وتأكد بس انه هو off كده ال-آيفون هيعتمد على ال-add guard انه هو يبقى دي ان السيرفر بتاعه كده احنا شغالين تمام تعالوا بقى نخش على filters وبعكاب locked services ده كده الجنرال لأ احنا عايزين حاجة اسمها client settings ودي التليفون اهو وتأكد ان كل حاجة مقفولة ماشي ودوس على save طيب المفروض ان كل حاجة مقفولة تعالوا ودوس مثلا على كتبت مثلا youtube.com هيحصل ايه قالوا safari cannot open the page because the address is invalid يبقى كده احنا شغالين طب تعالوا لو احنا مثلا دخلنا على settings تاني وجينا عن blocked services وقلنا unblock all يعني كده فتحناها ونكتب save اوكي وجينا نعمل refresh على اليوتيوب back to youtube كده اشتغل دي كانت الخطوط العريضة علشان نقدر نعمل server في البيت بيشتغل كفلتر للانترنت للاجهزة اللي احنا مش عايزينها الحقيقة ان الطريقة دي فيها عيب واحد وهي ان لو الجهاز اللي انت عايزه او زباطله دي ان settings ده فصل من الشبكة بتاعة الواي فاي ورح على شبكة تانية او بياخد الانترنت traffic بتاعته من خلال وصلة الفور جي فهو كده مش هيبقى متوصل للادجارد اصلا وبالتالي هتفقد سيطرتك عليه يعني انا مش عارف لها حل لحد الوقتي بس في العادي لوصلة الفور جي لو انت قللت الالاونس او الرصيب بتاعها بحيس ان هيستخدم الجهاز يبقى مضطر ان هو يستخدم الواي فاي ومن هنا تفضل انت فرص سيطرتك عليه يعني لو عندكم طرحات ممكن تقولولي تحت في المهم ان الادجار ده انت ممكن تعمل فيه لو انت وصلته بالهوم يعني انت ممكن تشغاله في اوقات معينة وتفصله في اوقات معينة بس قبل ما تعمل ده لازم الاول تبقى فاهم اي هو نظام اللي كنا شرحناه في الحلقة دي